بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الطلبة والطالبات احنا هنكمل طبعا بقية المنهج على الونلاين تعالوا بس نراجع كده على الانحضار الخطي البسيط واللي هو simple linear regression احنا قلنا الانحضار ده بيعمليه بيحدد العلاقة بين متغيرين عشان يقدر يتنبأ بمتغير بمعلومية متغير اخر او بظاهرة بمعلومية ظاهرة اخرى معادلة الانحضار بتقول ايه صاد هات بتسوي الف زاد بيه سين ليه معادلة الخط المستقيم العادية انا كل مشكلتي في ايجاد المعالم او المعلامات او البرامترز الالف والبه تعالوا نجيب البيه الاول عشان هتستخدم في ايجاد الالف به تسوي مجه سين نقصين شرطة في صاد نقصات شرطة على مجه سين نقصين شرطة تربية شوفي الالف بقى صاد شرطة نقص به صين شرطة عشان كده جبت البيه الاول عشان بتستخدم في ايجاد الالف طبعا الصين شرطة والصاد شرطة دي او صاد حسابية عارفينها قبل كده مجه سين على نون ومجه صاد على نون الصاد متغير تابع اسمه متغير تابع لانه بيتغير كل ما تتغير السين السين دي معناها متغير مستقل الالف والبيه دول سوابت البيه مقدر سابت والبيه مل خط الانحضار نون عدد المشاهدات او عدد القيم اللي انا هدهالك لو كانت البيه دي سالبة ده يدل على ان العلاقة بين المتغيرين سين وصاد علاقة عكسية عاوزين نعمل اختبار لمعنوية او جوهرية هذه المعادلة عاوز اشوفها هل هي جوهرية ولا عشوائية فاختبار فيه بنعمل F-test الخطوات اول حاجة التغير الراجع للحضار به تربيع مجه سين نقصين شرطة تربيع تغير كل مجه سين نقصات شرطة تربيع البوائي التغير الكلي نقص الانحضار عشان نجيب بعد كده جدول تحليل التباين أنوفا تيبل اللي هو جاية كلمة أنوفا من Analysis of Variance او تحليل التباين اول حاجة هم جدول من خمس خنات مصدر التغير الانحضار والبوائي والكلي مجموعة المربعات احنا هنبقى جايبينهم قبل ما ندخل جوه الجدول ده ناتج الخطوة 1 و 3 و 2 درجات الحرية بتاعت الانحضار واحد وبتاعت البوائي نقص 2 متوسط المربعات هنقسم مجموع المربعات على درجات الحرية ونقسم مجموع المربعات على درجات الحرية بالنسبة للبوائي ثم نقسم متوسط المربعات للانحضار على متوسط المربعات للبوائي عشان نجيب فيه المحسوبة او فيه الجدولية هنقارم بين الفيه المحسوبة وفيه الجدولية فيه الجدولية دي أنا ببقى مديه لك بس هبقى مديه لك كذا فيه فأنت هتاخد التي تناسب المسألة إيه اللي بتناسب المسألة واحد ونون ناقص اثنين اللي هم درجات الحرية بتوع المسألة لو المحسوبة طلعت أكبر من الجدولية يبقى العلاقة جوهرية مع نوية وتستخدم في التنبؤ وممكن تشيل السين من المعادلة وتحط أي رقم أنت عاوس لو فيه المحسوبة أقل يبقى العلاقة غير جوهرية أو غير معنوية ولا تستخدم في التنبؤ يبقى لاحظ أن العلاقة لو جوهرية تقدر تتنبؤ غير جوهرية لا لو أنا طلبت معامل التحديد يبقى ناخد التغير الرجل الحضار على التغير الكل ونحوله للنسبة مقوية عشان نقدر نفسره بعد كده كم في المية من التغير في المتغير التابع صاد بترجع للتغير في المتغير المستقل لسين أما الباقي يرجع لعوامل أخرى معامل الارتباط ريه هي جزر التربيع لمعامل التحديد ريه تربية معامل الارتباط كوفيشنوف كوروليشن طبعا الخطأ المعيالي للتقدير عين صاد سين ساندر ايرور اوف استيميت الجزر بتاع متوسط المربعات للباقي نشوف المسألة عندي سين وصاد صفر واحد اتنين ثلاثة اربعة صاد ثلاثة خمسة عشر اتناشر خمستاشر افترض مثلا سين دي مصروف الدعاية والإعلان وصاد المبيعات فعاوز معادلة انحضار وعاوز اختبر معنويتها وعاوز اتنبأ بصاد لما سين بخمسة عاوز معامل التحديد والارتباط عاوز الخطأ المعيالي للتقدير ودايما عشان طالما فيه اختبار يبقى انا حديلك كذا فيه جدولية وانت تختار التي تناسب المسألة فعلا انا بديك فيه واحد وثلاثة فيه واحد وخمسة فيه واحد وثماني واخد بالك انا ممكن ما اقولكش اختبر ممكن اقولك تنبأ على طول وانت اصلا ما تقدرش تتنبأ الا ما تكون عامل الاختبار اصلا طيب ادي سين وصاد تعالوا نجيب سين نقصين شرط ما احنا هنجيب سين شرطة الاول اللي هو مجي سين على نون نقسم العشرة على الخمسة فتطلع اتنين ونجيب بالمرة صاد شرطة فمجي صاد على نون نجمع الصاد خمسة واربعين على خمسة فيه التسعة فنعمل خانة اسمها سين نقصين شرطة يعني سين نقص اتنين لان احنا جايبين السين شرطة باثنين 0 نقص 2 بنقص 2 1 نقص 2 بسالب 1 2 نقص 2 3 نقص 2 4 نقص 2 2 يبقى مجموع هذه الخانة 0 لأني عندي خاصية بتقولي مجلسين نقصين شرطة لابد أن يساوي 0 نفس الكلام نعمله لصاد نقصات شرطة يبقى صاد نقصات شرطة احنا جايبين صاد شرطة بتسعة يبقى تلاتة نقص تسعة سالب 6 5 نقص تسعة سالب 4 10 نقص 9 1 12 نقص 9 3 15 نقص 9 6 الخانة دي مجموحها لازم يساوي 0 لأنه مجي صاد نقصات شرطة لابد أن تساوي 0 عشان أجيب البيه تعالوا نضرب سين نقصين شرطة في صاد نقصات شرطة نقص 2 في نقص 6 بـ 12 نقص 1 في نقص 4 بـ 4 0 في 1 بـ 0 1 في 3 بـ 3 2 في 6 بـ 12 تعالوا نشوف مجموعة هذه الخانة تطلع 31 يبقى ده البسط بتاع البيه المقام سين نقصين شرطة تربيعي ما تيجي نربع الخانة سين نقصين شرطة الناقص 2 لما نربحها تبقى 4 سالب 1 1 0 0 الـ 1 1 الـ 2 4 مجموعة هذه الخانة 10 ما تيجي نجيب صاد نقصات شرطة تربيع بالمرة عشان هتفدنا في الاختبار نربع الصاد نقصات شرطة نقص 6 تربيع 36 نقص 4 تربيع بـ 16 1 تربيع بـ 1 3 تربيع بتسعة 6 تربيع بـ 36 مجموعة هذه الخانة 98 أهو كل اللي احنا قلناه قبل كده في معادلة الانحضار جايبين السين شرطة مجسين على نون الصاد شرطة مجسات على نون الـ الـ مجسين نقصين شرطة في صاد نقصات شرطة على مجسين نقصين شرطة تربيع أسمنا 31 على 10 يبقى 3 و 1 الألف صاد شرطة نقص به صين شرطة الصاد شرطة جايبينها بتسعة الـ الـ لسه جايبينها تلاتة و 1 أما الصين شرطة بـ 2 يصلع تسعة نقص 6 و 2 من 10 2 و 8 من 10 إذن طالما جبت الألف والبيه قدر أكتب المعادلة صاد هات تساوي بدل الألف نكتب 2 و 8 من 10 بدل البيه نكتب 3 و 1 من 10 والسين تنزل كما هي تعالوا نعمل اختبار فيه التغيير راجع للنحضار به تربيع مجسين نقصين شرطة تربية طب ما احنا عندنا به بـ 3 و 1 من 10 هنربحها ونضرب في سين نقصين شرطة تربية اللي هي بـ 10 يطلع 96 و 1 من 10 التغيير الإجمالي أو الكل مجساة نقصات شرطة تربية طب ما احنا فاكر لما قلتلك تعال نجيب صاد نقصات شرطة تربية بالمرة في الجدول كانت طلعي 98 تلاتة نجيب البوائي التغيير الإجمالي أو الكل نقص الراجع للنحضار يعني 98 الـ 96 و 1 من 10 يطلع 1 و 9 من 10 جدول تحليل التباين مصدر التغيير انحضار بوائي كلي أو إجمالي مجموعة المربعات هننقل اللي احنا طلعناه في الثلاث خطوات اللي فاتوا يبقى للحضار 96 و 1 من 10 ننقلها البوائي الخطوة 3 و 1 و 9 من 10 ننقلها الكل الخطوة 2 و 98 هننقلها درجة الحرية 1 ده سابت طالما بتكلم في الانحضار البسيط طب نون نقص 2 النون كام يدي لك 5 قيم نقص 2 يبقى 3 تعالي عشان نجيب متوسط المربعات نقسم 96 و 1 من 10 على الواحد 96 و 1 من 10 نقسم 1 و 9 من 10 على 3 تطلع 633 من 1000 هنقسم اللي فوق على اللي تحت متوسط مربعات الانحضار على متوسط مربعات البوائي يطلع 151 و 74 من 100 طب ما نمدي لك كذا فيه جدولي هناخد ايه التي تناسب المسألة اللي هي بدرجات الحرية بتاعتها اللي هي 1 و 3 اللي هي تطلع 10 و 13 واضح ان فيه المحسوبة اكبر من الجدولية يبقى العلاقة جوهرية او معنوية وتستخدم في التنب مطلوب الثالث عاوزة تنبأ بقيمة صاد عندما سين تسوي 5 طالما العلاقة جوهرية تصلح للتنب يبقى نقدر نعوض في المعادلة عن سين ب5 2 و 8 من 10 زي 3 و 1 من 10 في 5 يطلع 18 و 3 من 10 بأكد تاني ان العلاقة لو طلعت غير جوهرية ما تقدرش تعمل خطوة التنب معامل التحديد لتربية تغير الراجع للحضار على التغير الكل هناخد 96 و 1 من 10 على 98 فحيطلع 98 من 100 لازم نفسر هذا الرقم نقول ان 98% من التغير في صاد يرجع الى التغير في سين اما الباقي 2% فيرجع لعوامل اخرى طبعا لان فيه عوامل مش هو ده العنصر يعني السين بيأثر افسد لكن هو بيأثر 100% لا يمكن لازم بيأثر بنسبة والباقي العوامل اخرى انا مش ببحثه ده مثلا مصروف الاعلان بيأثر على المبيعات طبعا فيه عوامل اخرى بتأثر في المبيعات كل دي بتتجمع في البوائي او في الخطأ معامل الارتباط ريه تعال نجيب الجزر بتاع ريه تربيع يعني الجزر 98 من 100 هتطلع 99 من 100 ناخد اي جزر بيطلع لي negative or positive يعني سالب او موجب طب هناخد موجب ليه لان اشارة البه واحنا بنعمل المعادلة كانت موجبه عشان كده خدت الموجب فهيزن معنى هذا ان العلاقة ترضي طب 99 من 100 معناها ايه معناها علاقة قوية لان 5 من 10 فاكثر تبقى علاقة قوية عاوزين الخطأ المعيالي للتقدير اللي هو هنجيب الجزر بتاع متوسط المربعات البوائي لو رجعنا الجدول لتحليل التباين هنشوف متوسط المربعات وننزل للبوائي نلاقيهم 633 من 1000 تعال نجيب له الجزر يطلع 796 من 1000 نشوف مثالتين عاوزين معدة الانحضار سين وصاد عشرة تمانية خمسة تسعة تمانية ساد 32131 عاوزين معادلة الانحضار برضو هنجيب سين شرطة وسط شرطة الاول مجيسين نجمحهم يبقى 40 على الخمسة تمانية سط شرطة هنجمع الساد يبقى 10 على خمسة تنين تعال نجيب سين نقصين شرطة يعني نطرح كل سين نقص تمانية عشرة نقص تمانية اتنين تمانية نقص تمانية صفر خمسة نقص تمانية سارب تلاتة 9 نقص تمانية 1 8 نقص تمانية 0 مجموع هذه الخانة لازم يطلع نجيب صاد نقصات شرطة صاد نقص 2 لان انا لسه جايب الصاد شرطة بإثنين 3 نقص 2 1 2 نقص 2 سفر 1 نقص 2 سالب 1 3 نقص 2 1 1 نقص 2 سالب 1 مجموع هذه الخانة لازم يطلع صفر هنضرب الخانتين في بعض سين نقصين شرطة في صاد نقصات شرطة اتنين في واحد باتنين صفر في صفر بصفر سلب ثلاثة في سلب واحد بثلاثة واحد في واحد بواحد صفر في سلب واحد بصفر مجموع هذه الخانة ستة هنجيب سين نقصين شرطة تربية نربع الخانة بتاعت سين نقصين شرطة الاتنين تبقى اربعة صفر صفر سلب ثلاثة بتسعة الواحد واحد الصفر بصفر مجموعة هذه الخانة 14 تعالوا نجيب صد نقصات شرطة تربيع بالمرة عشان هنستخدمها في الاختبار بتاع معادلة الانحضار التربيع الواحد بواحد الصفر بصفر سالة بواحد بواحد الواحد واحد ونلاقص واحد بواحد مجموحها 4 تعالوا نشوف اللي أخد مجسين على نونة هسين شرطة هو 40 على الخمسة كان فيها التماني ومجسات على نون 10 على الخمسة فيها الاتنين سين نقصين شرطة فيصاد نقصات شرطة على سين نقصين شرطة تربية احنا كنا جبنا البسط بستة والمقام باربعتاشر نقسم ليطلع تلاتة وأربعين من مية تعالوا نجيب الألف اللي هو الصاد شرطة باتنين والبه لسه جايبينها بتلاتة وأربعين من مية في سين شرطة بتمانية فيطلع سالب واحد أربع واربعين من مية إذن معادلة للحضار سالب واحد أربع واربعين من مية زائد تلاتة وأربعين من مية سين تعالوا نشوف اختبر فيه تغير راجع للحضار به تربيع مجلسين نقصين شرطة تربيع يعني تلاتة وأربعين من مية لما نربحها ونضرب فيه أربع تاشر يطلع اتنين تسعة وخمسين تغير الكل الإجمالي صاد نقصات شرطة تربيع فاكر في الجدول لما قلت لك هاتها بالمرة عشان هتفدنا في اختبار فيه كانت طلعت أربعة البوائي التغير الإجمالي لكل نقص الراجع للحضار أربعة نقص اتنين تسعة وخمسين من مية واحد واحد واربعين من مية جدول تحليل التباين أنوفا مصدر التغير انحضار بوائي كل مجموعة المربعات احنا جاي بينهم اتنين تسعة وخمسين واحد واحد واربعين أربعة درجات الحرية واحد ونون نقص اتنين يعني خمسة نقص اتنين تلاتة نقسم مجموعة المربعات على درجات الحرية يبقى متوسط المربعات 2.59 نقسم 1.41% على الثلاثة فيها السبعة واربعين من مية هنقسم متوسط المربعات اللي فوق على اللي تحت يطلع خمسة ونص نقارن بفيه الجدولية 1.3 برضو لان احنا بناخد درجات الحرية ودرجات الحرية هنا زي المسألة اللي فاتت اذا هي برضو فيها الجدولية 10.13 نلاحظ ان المحسوبة هنا اقل من الجدولية يبقى العلاقة غير جوهرية او غير معنوية لا يمكن اجراء التنبؤ في هذه الحالة الخطأ المعيالي للتقدير جزر متوسط المربعات البوائي لو احنا رجعنا للجدول الانوفا وشوفنا متوسط المربعات وجبنا البوائي هنلاقيهم يتقطع في 47 من مية نجيب لها الجزر تطلع 69 60 من مية لو عتنسى ان انا ما اقدرش اتنبأ ليه هنا لان العلاقة عشوائية غير معنوية غير جوهرية لان فيه المحسوبة طلعت اقل من فيه الجدولية ودي تمرين عشان تتمرن وتحلها شكرا لحسن الاستماء شكرا لحسن الاستماء